وكأن اتفاق الشراكة السياسية لا يكفي فهو أحدث اتفاق تفاهم حول الظوابط الإعلامية يدخل حيز التنفيذ غير المضمون بين شركة الإنقلاب في صنعاء على خلفية تصاعد التوتر الإعلامي والهجمات المتبادلة انطلاقا من أرضية الرخوة لتحالف أملة ضرورة واقتضاه التكتيك أولوية ما يسميه الإنقلابيون عدوانا هي من أمل الوثيقة الجديدة حول الظوابط الإعلامية التي إن كانت تشير إلى شيء فليس إلا صوب الخلاف الذي يتجذر يوما إثريهم المخلوع صالح يتصدر واجهة الإعلام المؤتمري يشرق ويغرب ويطلق المبادرات ويعبر في كل مرة عن ثقل تحالف الضرورة الذي أبرمه مع شركاء بأجندة سياسية مختلفة وبظهير إقليمي يؤمن لهم مدد معركة الاستحواذ على السلطة والدولة والأجهزة ومفاصل التأثير والقرار لكن هذا السياسي الموتور يغيب بشكل متعمد عن وسائل الإعلام التي ورثها الإنقلابيون عن سلطة الدولة الشرعية بعد استيلائهم على صنعاء لصالح نفوذ مطلق للحوثيين على هذه الوسائل وقدرة في الوقت نفسه على إسكات ما تبقى من وسائل إعلام تابعة للمخلوع صالح في أي لحظة المراقبون يرون في تصاعد الخلاف المعلن الذي بلغ حد إبرام تفاهمات جديدة مرده إلى قلق الحليفين من الصفقات السرية التي يسعيان إلى تحقيقها مع بلدان التحالف العربي بغية إحراز مكاسب أحادية صفقات يرى المراقبون أنها تنجز في ظل حالة من التصعيد المستمر في وجه ما يسميه الإنقلابيون العدوان وهو التصعيد الذي يواجه إخطاقات ميدانية متواصلة منذ بدء الحرب وحتى اليوم ترجمة نانسي قنقر